ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ونائب رئيس جمهورية غينيا الاستوائية دورو أوبيانج بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة جلسة مباحثات موسعة تم خلالها استعراض سبل تعزيز التعاون في مجموعة من الملفات ذات الاهتمام المشترك وأكد مدبولي استعداد الدولة المصرية لدعم مجالات التعاون الاقتصادية والأمنية مع جمهورية غينيا الاستوائية عبر إفاد خبراء مصريين إلى ملابو لتعم تطوير منظومة الأمن الداخلية هذا وأشاد نائب رئيس جمهورية غينيا الاستوائية بما رأاه في العاصمة الإدارية الجديدة من إنجازات مهمة تحققت خلال فترة قصيرة